وقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن القيام بأي أعمال أو الإدلاء بأي تصريحات استفزازية في مالي هو اتفاق جديد وقعت عليه أطراف الحوار المالي الذي تجري أشغال جولته الخامسة بالجزائر منذ أسبوع اتفاق يدخل في إطار الإجراءات التمهيدية للتوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بمالي هي وثيقة كانت قد نوقشت وتم تفاوض بشأنها من قبل الأطراف المالية بحضور الدول الوساطة الدولية لعدة أيام هدفها إحراز تقدم في مسار حوار الجزائر وقف إطلاق النار وتأكيد الأطراف المتحاورة الالتزام الجدي به لتفادي أي أعمال من شأنها أن تؤزم الوضع من جديد في الميدان بالإضافة إلى تسوية مسألة إطلاق السجنة هذا ما تضمنه الاتفاق الجديد وثيقة وقف إطلاق النار وبالرغم من أن مضمونها ليس جديدا إلى أنها تشكل منعرجا مهما في مصار الحوار على اعتبارها التزاما جديدا وجديا لأطراف النزاع المالية لعدم تجدد المواجهات المسلحة بالمنطقة والتي كانت سببا في عرقلة مصار الحوار ينبغي أن نتحدث قبل المصالحة عن اتفاق سلام حقيقي التزامون الكامل بخيار المفاوضات كخيار أول وآخير وكأسلوب وحيد لحل النزاع الجديد في هذا الاتفاق هو الإجراءات الرادعية التي فرضتها الأمم المتحدة على أي طرف يخل ببنود هذا الاتفاق سواء حكومة باماكو أو الجماعات المسلحة الأزوادية من خلال لجنة تقنية مختلطة للأمن الموسعة بما يضمن التحقق وإبلاغ الوساطة كل مقتضى الأمر بكل عمل ينافي هذا الإعلان يبقى ملف المحتجزين لدى الطرفين المتنزعين من أكثر النقاط الخلافية حساسية والتي تبقى عالقة إلى حين يتطلب التوصل إلى اتفاق بشأنها لتعزيز الثقة بين فرقاء الأزمة